انت حاليا وبقالك في ألمانيا 11 سنة اخده فاندنج بكام يعني لا هو وقص للتوتل فاندنج 47 مليار ويوورت عندها قصص نشتغل على جهازه ده مسلا ده بده بقى سعيل هو بتحط في ايه انتربيوي ومضى ده نجح مش قوي يعني انت بتخطي شاركات هو اليوم امريكا هي اعلى شركات بتدفعها مرتبات اصل خنامة من اتنين انجينيرز بتحلها ازاي او بيهبط الفريق كله عملية تخاني معده ومعده ومعده فده اللي عارف يشتغلو اللي عارف يشتغلو انت بترفضه في ايه فبترفضه في الاخر كلام ده هيطلع في ال هيطلع يا فاند هيطلع خطوة الكلام ده في الوكاين اوعدها تاني بالعاربي صح صح يا اهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من كلام في البرمجة النهاردة معانا ضيف مميز جدا الراجل ده اشتغل اكس ديليفري هيرو ديليفري هيرو اللي ما عرفهاش هي مسكة طلبات اللي هي في مصر وهنجر ستيشن اللي هو في الخليج وفوت باندا اللي هو في اوروبا وماسك برضو في اسيا معانا محمد مخلص والي اهلا وسهلا اهلا يا اخي ازايك الاغبار كله تمام ادينا برضو كده بريف برضو عن نفسك اللي اقول حاليا انا هيدو في انجينيرينغ اتيسير اللي هي السوبر ااب نوبر ون سوبر ااب في افريكا مسؤول هناك عن ليدنغ الانجينيرينغ ديليفري بتاع اللي هو البزنس بتاع الفوت ديليفري والجروسري ديليفري وقبل كده زي ما انتا قلت كنت شغال في ديليبري هيرو سبسيفيكي في البورتي بتاع الفوت باندا او اللي احنا كنا بنسميه باندورا ديليفري هيرو طبعا كسكيل كتاقبر شوية منتشرة في حوالي I don't remember 75 دولة فاحنا كنا مسؤولين عن 26 دولة وانا كنت ميسك طريب كده صغيرة اللي هي مهتمة بالفاليو للكاستمر من اول لما يشوف الريسترنت من اول لما يبتدي يسيرش على الريسترنت او الايتم لحد ما يستلم للشاك اوت تيم الصغير ده كان حوالي 50 بني ادم فانت you can just imagine the scale I imagine the scale اللي كانت فيه انت حاليا وبقالك في المانيا 11 سنة مظبوط صح كده مظبوط شغال هناك professional software engineer يعني شغال software engineer من السلم لغاية ما طلعت الفوت ادينا كده فيدباك صغير عن الفترة دي بدأت ازاي اصلا طلعت ازاي المانيا وبدأت فينا بص سيدي انا قديم شوية انا يعني دخلت كنت داني دفعة في الجي او سي فممكن تفكر كده يعني 20 سنة لما دخلت الجامعة كنا دي دفعة سنة كم احنا 2009 2009 2009 2009 2010 اوكي انا كنت في كليت الانفرميشن انجينييرينج 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 وكنت محظوظ برضو في حتة يعني في الفترة الحلوة دي ليه في الاول كنا كل سيف بنطلع المانيا مرة عشان ناخد كورس سواء بقى في الجيرمن كورس مرة كان حاجة برضو طبع التوبيك أوف ستادي وانا كنت متخصص في الهوزن الانفرميشن انجينييرينج التكنولوجي ناتورك دي كانت عارف ان احنا كنا ساعتها في الترند اللي هو بتاع التليكمنيكيشن وكل واحد عايز يخش مهندس اتصالات وبتاع اتصالات كانت ساعتها بتبقى من افضل كله اتك وواحد اتشتعل دايما بودافون اورنج اتصالات بس ناتورك كانت فيها ميزة انه كان كان فيها البرماغة بلس الاتصالات او دراسة الاتصالات فده شدتني اكتر ان انا ادوس هناك يعني اختار الميجر ده اتخصص فيه فهي كان فيها برماغة اكتر يعني عشان برس تسهلها انك انت كيف تستطيع اتصالات و تصنع الاتصالات لكي تصنع الاتصالة افضل الانفرميشن في مكان او مكان كان ساعتها 3G ده بقى حياة لسه UMTS ده كالتصحة و CDMA ده كالتحاجة لسه يعني بص لكنت كانت بداية عصر الانتقال من 2G ل 3G بالنسبة للنس يعني اه وده كنا من الديسة فاحنا كنا top notch وكان حتى 4G كنت تخش فاحنا كنا super top notch اوكي فروحت المانيا كذا مرة ابتديت مش هتعود يعني بس ابتديت اشوف اوكي لانا كنت غير بعض في الجماعات هناك بتكلم مع الناس كتير يعني قلت اوكي this is one of the countries that I can immigrate to or move to after my graduation however يعني ما حصلش ده في الاول انا ابتديت اخترت البرغرامي كان حتى graduation project ابتدى ناحية الموبايل application symbion which حاجة كده خزرة ازبع نوكيا الواحد تبقى اوكي ما كانش في الامكانات اللي هي موجودة دلوقتي فانت ما كانش عندك يعني انت بس بتقول symbion يا و symbion operating system اللي نوكيا كانت عاملاه ده ما عمرش خالص عمرش خالص خلنشتغل يعني كنا بنشتغل Java Micro Edition كنت ايام سودة اتخرقت كنت بنتي تدور على شغل كنت لسه ما قررتش قوي هبتدى اخش في الاتصالات ولا كمل في ال programming كنت ميال اكتر ناحية ال programming قائلي اكتر من interview صدفني انه كان مع teaching assistant اللي هي في فاهم ازاي link development يعني انا خلاص خرجت من الجامعة وروحت عمل interview في شركة link development فلاقيت المديرة هي كانت teaching assistant بتاعت فهي سألتني سؤال واحد انت عملت ايه في الكورس ده والكورس ده اكتر ايه مبروك انت معي لانه ده كان ساعت الواحد محتاج كله يشمر ويدخل عايز تعتمد وكان ساعت يعني مختلف اصلا يعني مفيش اي حد عنده بس هو تريند كان ظاهر زي ايه ايه بالزبط فاللي انت كنت عايز حد يخش فيها فكانت من اهم يعني ال او اللي انت عايز ها اللي هيخش حتة زي دي انه يكون او يعتمد انه مفيش اي حد هيدي له وفعلا يورك ويخش في لغات يعني كان صعبة جدا ساعت ايه اتعلم كتير جدا هناك لوحده ساعتها كان انجينير كان بيعمل تقريبا كل حاجة كل ده بدايتك بالزبط انت كنت بتجدر بتروح تقابل بتروح تتكلم مع وبتعمل نفسك التاستنج على قد ما الموضوع كان صعب على قد ما هو علمك يعني فهمك البزنس فهمك اوكي وفعلا تكريت وفي نفس الوقت فعلا ما كانش فيه وسائل يعني مساعدة زي اللي موجودة دلوقتي يعني طبعا كان منقز اهدوقتي لما بص اللي هو لما بيكلم مع اي حد ابتدى وقارن بدايتي مع بداياته وانت عندك والجيت هاب كوبايلت انت بدل عليك انا كانت ايمسودة يعني بس فقعت هناك فترة حلوة فانت في لينك دي كانت شركة سوفتوير هي في مصر اصلا صح؟ شركة ريجينال سوفتوير ديولومنت بس هي مش شركة عالمية شركة محلية بس في مصر هي ريجينال يعني كانت اشتغل برضو كان لها بروشيكس كتيرة في السعودية وكندا وإيطاليا بس برضو المجموعات شركة تمتلكها أوراسكوم مثلا كانت في الاول من لينك دوت نت فانت الفترة اللي عطتها في لينك دي نفاختك يعني خلتك تبقى سوفتوير انجينير زي ما الكتاب بيقول لو حنا منتكلم كباست براكتس مش هادر اقول لك بس هادر اقول لك يعني اللي هو خدت ان انا افهم بتاع البيزنس نفسه لان انا كنت الوحدي مسلا في شوية مساعدة من مديرتي بس هو اللي هو انجينير واحد بيمسك البروجيكت بعد كده مسلا مش بس كنت بس ساعة اندرويد ساعة كنت بتخش لو نسيب الخير بلاك باري لو نسيب الخير فالواحد اتعلم كتير او فيها بس ممكن ما يكونش من ناحية الكلين وكده اوكي فانت كان لينك طلعت منها فاين بروسس وبيزنس سوفتوير اوي اخدت الرحلة من بعديها من بعد لينك روحت فين بقى روحت فودافون فودافون على طول كده فودافون انترناشنال سيرفزز دلوقتي زمان كان وكان ساعتها لسه بنين يعني ابتدى اسمه بروفاشنال سيرفزز انه هو يقدم زي تقول خدمات احترافية لينتيتز حتى لو الينتيتز دانية جوه فودافون زي مثلا فودافون المانيا اكسترا او فودافون مصر او حتى كلاينتز اوتسايد يعني تقول كالسوفتوير هاوس انسايد فودافون فهما كانوا ساعتها بيبتدوا الموبايل افليكيشن او تيم والعبد لله كان اول واحد يخش في الخطة بتاعة ايو اس وكان بقى ساعتها الموضوع اختلف هنا فانك طبعا انت من شركة كبيرة من شركة عالمية استيل اتس نيو استيل نو اتس مور سينيو انت برضو رايح او يعني طالع من اللينك انت ما عندكش فاهم بزنس فاهم الليلة بالزبط انت قلت بساني حد يعلنك ويقودك بس انت راحت فبعد فترة كبرنا بزنس جدا بس اه في حاجة كنت اعز اقول يعني وضفون كان في بقى كان كان في بزنس اناليست كان في بقى بروجيكس كبيرة برضو شغالة ونكحة وبيعصال لها ممكن ما يكونش بالعجال مثيدولوجي اكسترا بس في تيمس كبيرة استابلشت وطبعا عندك السيكوريتي فدخلت من المشروع للمشروع كنا بنبتدي الاول بنحاول نبيع اصلا احنا لانا فودافون لسه تلع بالموضوع بالزرط فعايزة تثبت ثقة تدي ترصت للناس الشركات انا عندي فريق اهو شهاتر وجاهز فانت بتريد بقى واحدة واحدة تبيع وفي الاخير بتريد يجي لك كونتركت ولهو عدت فترة مثلا 3-4 شهور على البنت زي ما بيقولوا ومرة واحدة نزل عليك خمسة بروژيكت كبار ومن كل حتة في العالم من 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 مصر عايزة بروژيكت مشاعر في اي فالمانجمنت قد كده اللي هو اوكي مخلص بروژيكت 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 انت حتى من يوكي قالك هبعث لك ورق بالفاكس احنا في سنة 2012 هبعث لك بالفاكس يعني ما علينا مهم هبعث لتتعلم كتير زي اولاك طالعنا بروژيكت كويسة جدا كان برضو عندي كان حظ حلو انقبلت ان كان في واحد من المدرين اللي مسكوني كان فاهم البروژيكت كويس جدا وابتدى بايحطني اه طريق لا this is how we make like this these are the best practices to make a commit or to open a PR او ان احنا نبتدي بان ارجنائز الشغل بتاعنا there is a tool cold مثلا كان ساعتها تريل وكان واخدش عبالي هده قبل جيره ما يظهر بالزبط ازاي نكتب unit test نبتدي ازاي نعمل pipeline فابتدى شديني الconcepts اللي هي best practices في الاندستري وازاي ناخد بلنا منها والهو مش نكتب بس الكود عشان نعمل shipment وخلاص فاهمني ابتدى يحصل بقى تربط في مصر جمده وانا كنت بعد الثورة فكان قرار شخصي برضو ان احنا عايزين نبتدي نشوف برا وجالي اكتر من option ساعتها اللي هو كان في دبي قدامي واحدة من الشركات اللي هي classifieds او برلين برلين كان في الوقت ابتدت تكبر جدا كstartup سين فانت كنت عطول بتلاقي linkedin بتاعك عليه messages فروحت مع احد الشركات كان اسمها ساعتها go euro وهي كstartup go euro is a travel aggregator هيدلولات اسمها اوميو عملت ريبراندنج لأوميو هي travel aggregator خلوة اوميو اجريجيتر او انا اترجم او انا اجريجيتر اوميو هي travel aggregator travel aggregator ووسيد يعني اه يعني هو يجمع لك زي ما انت مثلا تروح على ويبسايت لو انت بتدار على رحلة طيران وتروح على ويبسايت زي sky scanner فهو بيجب لك من كذا شركة طيران بالزبط من كذا شركة العروض اللي من كده شركة طيران. جو يورو بيعمل بالزبط نفس الفنكشناليتيز أو نفس السيربس بس على مستوى القطارات في يوروب والبصات. فكان فيه حتة الماركت جاب دي. هو قدر يعملها فلفيلمت. حلو. it was very interesting for me. وانت رايحناك كنت على position موبايل ولا برضو. senior mobile. وكان حظي. هو كان حلو وحش. كان اول مرة كان فعلا بقى فيه حد معي senior. واساعتها برضو في حاجة جديدة بتحصل يعني اوكي. انت اول مرة تروح تشتغل بره دارك لي حتة لو كان clients بتوعي من المانيا قبل كده ومتعود. بس لهو بقى the day to day. تبت غير حياتي. اقعت في المكتب. اه بالزبط. وكان ساعتها يعني حتة بلوقتي مثلا تاكسين في برلين. معظمهم foreigners او معظمهم اجانب اجانب مش من يوروبا مش من يوروبا بالزبط لأ ساعتها كان فيه حتى population ألماني كتير في الشركة موجودة في الشركة بس فكانت أبقى الخطة بتاعة الغربة اللي في الأول دي والدفرنت بس الرجل كان سيدنير معاه ماشي بعدها بأربعة شهور مثلا وكانت الموبايل أفليكيشن دي كانت مهمة جدا للسي اوف بيت بيشتغل ديريكلي مع السي او وخصوصا والسبب بسيط جدا ان هي اللي مع الانفسترز الانفسترز بيشيلوا اي او اس فهو لما يروح يجي يعمل بيتشنج في ساليكون بالي في سان فرانسيسكو ياخد الرحلة ل 12 ساعة بتاعته كلها عمل بيتاست على الأب ومصدع عمل أحسن كيو سي تاستنج في البن هلو 12 ساعة طيرون هلو بيه بالضبط كده اهم اهم اجان الفترة دي تعرضت فيها بقى الحاجة بقى مختلفة اللي هو الستيكولدر اللي هو الانتروبنير اللي مهتم بس بالانفستر انك انت تريس فاند وفي نفس الوقت لا فيه بقى البس براكتس انت بتلاقيها بتطبق في الشركة في تي كوميونيتي في الاجائل اوكي ده جاي في الاجائل كوتشيز ابتدى فانت لازم بتايت تتكلم بلغة فعلا موحدة ما فيش فكرة فاملية ولا اي حاجة هناك كل واحد على حدة كل واحد على حدة شوف شغلك وامشي بروسس وتمام انت زال ما دي الخضة اللي انت فيه كذا خضة كده تعرضت لها خضت ان انت ايكو سيستم يعني بيئة جديدة من الكامل اللي يبيت بقى المانيا نفسها وبيئة العمل نفسها بالنسبة لك كانت فيها باست براكتس جديدة لازم تكوب معاها بالزبط حلو انت بقى عادت في التحدي ده ايه معهم تحويل سنتين سنتين جوه جو يورو دي بالزبط ومشيت وكانت علاقات كويسة جدا حتى برضو مع مع سي او كمان كانت علاقات كويسة جدا وكونت عدد كبير من صحاب وناس كتيرة كمان جات من اللي كان بيشتغلوا معايا جم يعني من مصر حتى السفر وعارف تساعدت في الفترة دي من 2014 2017 برضو كان الموفمت من من مصر البرلين كان سهل كان سهل وكان كتير عوي يعني يعني الوقت ده العملة نوعا ما مستقرة مصر نوعا ما مستقرة يعني فما فيش مشكلة اقصادية ومحلية فانما النهاردة دلوقتي يبقى فعلا ان هو انت بتروح السفارة ويعمل معك انتربيو بيعملك ان انت اصلا بلاكليست مبدئيا لحد ما يوزبط ويتليستنج ليك حلو انت جو يورو دي انت يعني طلعت منها رحت على طول على ديليبري هير ولا مريت لا 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 مريت بلاير مهمة جدا تزالاندو وزالاندو دي كانت تسمع اي تزالاندو ايه اوكي زالاندو لو هننطقش بالانجليش اه زالاندو زي اي ل اي ان دي او زالاندو بالزبط بالزبط بتاعمليتي بقى زالاندو دا اكبر اه اي كوميرس في يوروب تا ممكن تفكر فيه ان هو امازون بس بتاع الملابس ملابس في اوروبا اوكي بالزبط فكمية بقى كاستمرز غير طبعية يعني بقى مش فاك يعني افهم نقط مستيكن تلاتين مليون اربعين مليون اردر في الشهر مش مش قادر اكونفرم اوي بس انت بتتكلم على حاجة بسكيل تاني خالص وتيم سايزز مختلفة خالص وما كانوا ساعتها بيكبروا جامت اوي فالهو اول مرة خوش بس موبايل تيم كانت اتناشر واحد في كل بلاتفور ياه وكان فيه شباب اتناشر انجينير في كل بلاتفور في كل بلاتفور على بس الابليكيشن اللي هي الرئيسية البس براكتس بقى اللي انت ممكن يعني تحلم بيها كلها بقى كل الاجائل اللي انت عايزه كمية فلوسة عايزة تتصرف بس على التكنولوجي المانجمة مستعدة تتفاحها مش هقولك انليميتد بس يعني متاحة مهتمين جدا باليوزر اكسperience هنا انت بتتعلم اكتر اوكي ايه الماتريكس المهمة ازاي ازاي تتعمل الابي تاستينج الديفرنت والادبانسد فريموركس التيدي دي بقى بجد كان فيه وحد زميلي روسي تاستدريفن ديفلوبمنت تاستدريفن ديفلوبمنت بالضبط بتكتب دوكمنتيشن لكل حاجة بتاستعمل الـRFCs الـRequest for Comments Request for Change Request for Comments الاول اه الاول تاستعمل الـDesign الاول بتاع الـSolution بتاعك ويبتد يحصل عليه Comments وتتفاجئ اوكي هي الناس ليه الناس عندها very passion كده على الـ او تخش في الـ Pull Request اللي هو قبل ما بتكتب كود او يخش جوه لازم اكتر من تاني وفي اولي يعملو ريفيو ويراجع كود بتاع بس لبراكتس ماشي مع الشركة مش هتحك عليك قبل كده كم معظم الوقت أنك الإيام وكانت اختفت رائعة بالمعدة ايبا يختزر. واعزين نخلص واعزين نروح اختلف تماما اوه هوا? لا مش عارف ايه المساعدة مش مزبوط احنا مش مستخدمين الكونبنشنز برضو بتتحطوا حلول احنا زي مسلا انك انت تقاد اه 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 اكسترا بس كان في وقت مسلا كان فيه انجنير اللي هو كان كل المو سينير انجنير كان تفكيره لا انا مش رايزك تقاد لانتر انا عايزك تكتب ده من نفسك ام ام مش يعني عايزك تتعود عليه آم اسمرف 없 بإمكان expectation موضوع الموضوع موضوع الموضوع وخدت فرصة ان انا اطلع لتاكليت لواحد من الفيتشر تيم انك انت ده كان من اول الشركات اشتغلت في حاجة اسمها كروس فانكشنال تيم تعرضت للمصطلح ده تعريفا برضو للناس كروس فانكشن تيم ما اعرفوش لو بيبقى فيه فريق جوه انجينير وكواليتي كنترول وممكن برودكت كمان بيبقى داخل جوه التيم بس في كل شاركة وطبعيطها بس عشان خاطر يبقى الفريق على بعضه يعرف يطلع فيتشرز يعرف يشيب فيتشرز انا قدر اقول لك باليو دريفن يعني مهم انه بيطلع باليو كل تيم بيطلع باليو ادي لك مثال انا كنت شغال في فترة على حاجة اسمها براوز ان فايند يعني البارت اللي من الابليكيشن اللي هو اليوزر بيستخدمه علشان يدسكبر هو عايز ايه يعمل سيرش فانت في عندك طاقم برودكت مانجرز ويوزر رسيرش مدرين يعني المنتج والمشروع كل وظيفتهم ان هما يشوفوا ازاي نقدر نزاود الكونورجن او التحويل في البارت ده وطاقم كامل من الانجينيرز في الانجينيرز بالتحويل بقى ايو اس موبايل اندرويد باك اند بالتحويل وواب شغالين ان هما حققوا الانجينيرز بتاع الانجينيرز كل حاجة بقى بها وانت فيتشير فلايك الاوتوميشن اتعرضت بردو كانت من اول الشركات اللي اتعرضت فيها ان خلاص مافيش حاجة اسمها كيو ايه الانجينير والتيم كله مسؤول عن الكواليتي فانت كاينجينير والله مش هايستكتب التاست والاوتوميشن انت اللي هتعطي تاست دي كانت من احسن الطرق اللي لقيت التاست بتزيد بتزيد وتعلمت طرق ثمان يعني طرطول مور ادفانس ساعتها حتى في البارد دا اللي هو تاستنج انتو اند سنابشوت تاستنج انا عشان باردو خطت حتة كبه في الصياق للنس هو عادة النس او الانجينير بشكل اهم مهتم في اي نوعي انا خلصت الكود انا عملت بتيجي بقى حتة اهم اللي هي تكتب التاست الكود بتاع التاست اللي تاست الشغل بتاعك فاغلب الانجينير بنفسهم بتاست داوشة واجعة دماغي عما اكتبت كودي تاست الكود اللي انا طلعه وانا بقى لقى اصلا شغل في القصة دي طلعه من دماغي فهو عادة بيقيل اهتمامهم بده ففيه شاركة كتير جدا بتحرص النهاردة بالذات لو انت ماشي بطريقة التاست ان انت تعلي اليون التاست عندك تعلي كوفيرج عندك عشان انا عم تيجي تضيف فيتشارز بعد كده ما تليش الدنيا تبريك عندك انا عارف المشكلة ظاهرت فين التاست دي لو عملت بريك يبقى انت الكود اللي انت كتبته جديد بوز الهاتة دي روح صلحه بزبطة من اهم الحاجات انت في الاخرى انت مهتم بس بالكاستمر يعني هو ده المهم احنا مش مهتمين ان التاست يشتغل على الماشين بتاعتك مش فارم معي اشتغل على الجهاز ده مثلا ده ابدو بقى سعيل اللي هو بتحط في ايه انتروبيو يعني اللي هو كم مرة انت قلت اتوركسون مي ماشين بيجي ستريت بيجي ستريت فلاج يعني اكبر علامة حمره ممكن واحد يقبلها فخدت خبرة كبيرة جدا من هناك وبعد كده لما طلعت تاكليد اللي هو انا كنت بليد كروس فانكشنال تيم كله فبتلت كمان اتعمك اكتر في التكنولوجيز الثانية لازم نبتدي يعرف اوكي هو السيستم ده design this day و there are restful calls were designed كده طب ليه احنا اصلا ممكن نروح graph ql التكنولوجيز اللي هي تكومنيكيت بين السيرفر والكلاين طب هو اصلا الباك انده بيكلم اين ده فيه مصيبة صودة قوة distributed system كبير جدا فيه بتاع الفين انجينير بيشتغلوا في الايكو سيستم بتاع تسالاندو كانت ساعة تسالاندو معتمدة strategy او approach اسمه radical agility يعني ايه؟ radical agility هما كانوا عايزين كل تيم يكون autonomous يقدروا يدليفروا له الحاجة من غير ما يعتمدوا على اي تيم تاني ويقدر يختار ال language بتاعته في نفس الوقت ال infrastructure بتاعته طريقة الشغل يعني عايز تتخدم بقى جيرا عايز agile كامبان سكرام براحتك يعني تيم ليهم ليد يحرقهم زي ما عايز زي نشتغلوا جوفا دوت نت جو بقى روح براحتك هايس هايس والموضوع ده نجح؟ مش قوي هم رجع في كلامهم بعد كده بس يعني كان فيه تيم تشغالة والعايز وبالله هسكن ده اللي هونت واحدة من اللغات القديمة المزعجة معرفش اللي حد نرى اصلا supported اصلا في حتة يعني مجربش بص فيه سكالة فيه تيم كانت شغالة جابل شغال جو فيها زي وفيها عيوب بس الموضوع احسه بنسبة 90% مكلف للشركة ما انت مكانش عندك مشكلة ساعتها الفلوس ساعتها مكانش اكبر مشكلة كان فيه growth بيحصل وgrowth حقيقي من ناحية ال revenues ال Smash News وخوابا اي سنكنا يكا مكانكاد جدا في ال فترة دي ودي ما كانش مثلا حاجة very common بالبرلين بس ، حسين ده فالفلنه كم؟ الفلوس سبعتاشر حلو الشركة فاللزة سنة كم بقى؟ ده الشركة دهواتي من اكبر الشركات والله كبيرة جدا والموبايل تيم اللي كنت بكلمك انهو 15 انجينير اعتقد دهوقتي فيه المائة في كل واحد لو انا مش غلطان يعني دفعتي ساعتها دي يعني بقوم لوقات دلوقتي فهم اللي هو الديريكتورز بقى والطلال. حلو. انت زولاندو دي انت عادت فيها كده تلات سنين كان? سنتين وشوية. سنتين ونص تقريبا. حلو. عملت بعدها شفت ديليفري هيرو. عادت فترة صغيرة كونسولتت. فين? كنت كنت عزيزة اجربها اسمها كنت عزيزة اجربها يعني انت ادخلت لشاركات. تروا فريلانسنج دي. مع فريلانسنج وكاتل الشركات شركات كبيرة جدا. فان اشتالت مع ايباي. اشتالت مع ايباي خمس شهور. اوكي. امكان اكتر شوية كمان. انت في شاس فريلانسنج تجرب كده بروجيكت حر مع نفسك. انت عايز تخش تتهت حاجة فريلانسنج كبيرة. يعني انت رجعت تاني ساعتها انت فيديو الكنتروبيوتر. بس كمية الحاجات اللي تعلمتها من ناحية بقى الكود كواليتز و ازاي كمان تعمل مور ادفانست انتريويوز البست براكتسز برضو تشوف ان ايباي بجلالة تقدرها في كمية حاجات لاجاسي. غير طبعية موجودة. شغليني هناكم عظا كانوا ايباي. اها كنت شغل في حتة اسمها ايباي اللي في كندا. بس من المانيا. اوكي يعني انا اشغال في المانيا بس نحن بنشتغل مع التيم في امريكا لبرودكت في كندا. اوكي. وبعد كده هنعمله لأستريليا. كان ساعتها البرودكت اللي في كندا كان اسمه كاجيجي اوتوز. هو اسمه كده. ومش هتسمع عنه غليبا. اوكي. بس اتس اه بورتل. غير اشغالين بتكنولوجيز ايه احنا كنا نيتب وكانوا ساعتها لو انت بتتكلم من ناحية برده. انت شغل ليسه زائię اولها. هاتέ Ber keep in c turbo. كنا سوفت لا. سوفت كل حصل ده Soviet. كان ظهر 2009 تقريبا صوح اقام. 2009 ما كانت يعني كان لسا الايفون نزل اول واحد تقريبا. هاهاهاهاهاهاهاهاهاهاهاها المخارف. لا اولا او باش . نزل 2014. اوكي. اوكي. وفضل يتطور جامد جدا يعني فيك تلفات الجزرية حد 2017. اوكي. الوقت الاول انت رحت مع تول ايه باي طبعا محلو ايه باي اخد فرصة الخبرة وايه ناط يعني عدت خمس شهور بس ما عمرتش يعني الموضوع لا عجبني اوفر حتة تانية دو دريب رهيرو برضو لو تسمعنا بص تعرف امبليكيشن ميت اوب هاي امبليكيشن لما انت بتروح بتدار على ايبنس تلتق فيها مع الناس يعني مثلا اوكي ها نروح نتقابل في كافي شاب عشان نعمل لانجوش تاندن لانجوش اكسجنج اكسطرا اوكي تعمل ايبنتات مع ناس ما تعرفوش ايبنتات على صغير انا هروح نعمل بوك ديسكاشن مثلا مع ناس ما نعرفوش لكتاب معين وهي it's a very unknown application في يوروب في امريكا وهي كانت بيزد في NYC وكانت ساعتها owned by WeWork WeWork is a co-working space كانت اكتر اعتقد شركة في العالم او start-up في العالم خادت فوندنج اوكي ودي حاجة بسطتني جدا طبعا كانت محطوطة في الأوفر ليه اخدوا فوندنج اخدوا فوندنج بكام يعني لا هو اوصل للتوتل فوندنج 47 مليار WeWork عندها قصص كبيرة جدا هي دلوقتي اشارة افلسها من ثلاث شهور لا هي هي قصة حلوة جدا وانا كنت مبسوط قوي ان انا حضرت الفترة دي لا فيها الفلوسة كدير لا هي الفترة اللي في الآخر اللي هي في الآخر تحولت اكتر من مسلسل وفيلم يعني انت لو فتحت ابل لو عندك سبسكريبشن في ابل ابل تيفي بص على مسلسل اسمه WeCrash WeCrash ده معمول عليهم على WeMeet اه على WeWork مش على Meetup معمول على WeWork اللي هي كانت اشترت Meetup مثلا ساي ب 200 مليون دولار وبعتها بمليون ونص فانت كان فيه قرارات كده ندفعية شديدة بس انت كنت بارت من الاتنين يعني انت اه اوكي 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 WeWork و Meetup شايف الخناءة بقى اللي بتحصل اه يعني انت على السلاك بتاع ده وانت بارت من كنت بتشتغل هنا من بتاعت WeWork مثلا ما عرفش عندك كام Working Space في العالم فانت كموظف فيها ممكن تخش اي Working Space ففيه زمايا اللي هي مثلا نروح اشتغل شوية من اليابان اللي اشتغل من اه اه اوكي انه كل شوية كده نروح كل ما تزعق يلا نروح داولة اه نروح يلا امريكا كانت يعني الفلوس كانت حلوة قوي يعني ما شاء الله يعني طب لو دي مش عم بتقول الفلوس حلوة قويش بالنسبة لأوروبا يعني شركة زي دي مسلا انت بتاخد كنت كام بالنسبة لهناك وده حلوة ولا وحش بالنسبة لا هو مش هينفعولو الارقام قوي بس لا قدر اقوله لك انك ممكن مسلا تاخد رايد بتاع امريكا وانت شغال في يوروبا اوكي بتاع امريكا مسلا بياخد عشر تلاف دولار فانت بتاخد العشر تلاف دولار دي بالزبط اوكي بس اوروبا عادتا ما بتديش الارقام دي بتدي خمسة ستة خمسة ستة اوكي انت بتاخد النص تقريبا كنت في ربا انت اخدت زيك زي بتاع امريكا بالزبط هو الى اليوم امريكا هي اعلى شركات بتدفع مرتبت حتى في الريموت يعني اعلى شركات تدفع مرتبت عناي دولة تانية ماشي خلصت القصة بتاعت خلصت القصة دي قررت اغير التراك وارجع تاني ناحية التاك ليدرشيب والانجينيرينج منجمينت بس انت يعني في الثروب كارير بتاعك داخل بيدك تشتغل كنت كتير 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 انت مزهيتش من الشغل البروغرامينج اليومي او البراكتيسيز موصلتش البيك بتاعك فيها البيك وصلت له في الفترة دي اللي عمد دخلت وي وورك وي باي ده بخلص بقيت توصل للبيك خصوصا لما انت بقيت اللي هو الموز سينير تقريبا في التين بتاعك بقيت اكتر عشر سنين ولا حاجة بزر تقيت تاخد كده كده ديوتس تانية من المانجر بيدهي لك لانك انت الموز سينير اكسترا فطبعا بعد ما موضوع ويورك فاركش رحنا انا كنت قررت خلاص ان اكامل في التراك بتاع الانجنينيينج مانجمنت رجعت اول شركة رحتوها في المانيا اللي هي او ميو واشتغلت انجنينيينج مانجر كنت ماسك برضو كروس فونكشنال تيم ده برضو ساعد على لانك انت يعني شركة انت طلعت من الانجنينيينج مانجر رجعت لها تاني بس كالانجنينيينج مانجر بالزبط اوكي حلو عب وده برضو بيبين لك قد ايه مهم جدا انك انت دايما حتى هتسيب شركة على لقتك كويسة لازم تكون على لقتك كويسة خليش مع حد انت تشتمش عد عدت لو كانوا وعشين يمسك نفسك اوكي بدليل ان هما اللي بيدو لك الفرصة يعني فاهم يعني هو ادى لك الفرصة اللي هو عارفك كبيرسن بس واشتغلت حابة شوية اوميوب عملنا الكروس فونكشنال تيم تكنولوجي حتى كانت جديدة عليها شوية بالنسبة للموبايل هما كانوا غيروا ساعتها للرأكت نيتف ليه ما يعني يعني هما كانوا شغالين ايو اس نيتف وشغالين اندرويد نيتف راحوا للرأكت نيتف اه ممكن تقول هايبرد ان فيه كومبوننتز كانت نيتف وكومبوننتز تاني رأك نيتف بس يعني هو كان يعني الاتجاه كله نحي ترأك نيتف فانت كنت ميسك باك رس فونكشنال تيم اجان دبقى صعدك اوكي الباك اند بيشتغل ازاي الفونت اند بيشتغل ازاي الاندرويد ال 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 اي مهمة ال اي تعرف حتى تت ال ومرينا بوقت صعب قوي ساعتها كان عالترافل اندستري لان كرونة حصلت هو اصلا واميو مركز ترافل صح؟ بالزبط فكان اكبر هت حصلت فكل بقى الليل اطارات والحاجة اللي شغالين فيها دي وقفت بقى الحاجة وقفت بس يعني في نفس الوقت برضو ناس كتيرة مشت انا فساعتها برضو كنت لازم استاب اوب واخد تيم كمان باقي دين جزيري المانجر لكم بنا ايدا بقى كده ساعت صلنا لـ 13 واحد تحت اي داك 13 واحد بالزبط توتال توتال وكنتش بتموت يوميا في الميتنجز تريزولف الكمفلكت ومشاكل تحت الناس طبعا واللي هو بتكتشف خلي باقي كل واحد كمان جاي من كالتشر مختلفة تماما يعني والتكنولوجيز جديدة وفي اعتراضات عليها وفي نفس الوقت ابتدى السعادة انا كنت شغال مع product managers قوي جدا ده برضو انا تعلمت منه اللي هو data driven development وانا كنت تكريت ازاي لما تيجي انت حتى كانجينير كانت هي اللي هتجيب value للbusiness ولا لأ اتعلمت فيها كتير قوي بس it was not the best time to enter the company ما كانش احسن وقت يعني للشركة انك انت تخشها الشركة تسوفر وقت وانت داخل شغل 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 حد تاني زميلك زميلك زي ومفردشيز بالزبط انت شغل فريقين كده بالزبط هم فريقين وتضموا على بعض خلينا طب بمنتهى الواقاية في الحتة دي بقى يعني عما يحصل dispute ما بين اتنين حصل خناها ما بين اتنين انجينير بتحلها ازاي بس كل حاجة تعتمد على الكونتكست ما هو خناها عبرها عن يعني code ده اسهل حاجة في الدنيا هي بس practices و guidelines ونروح يوضي ومشي عليها نروح نمشي عليها نتكلم لازم تكون هادي لازم تدي ال poker face كل واحد it's amazing ان في واحد يكون يتخنى you are passionate about what you're doing انت passionate يعني شغوف شغوف بالليت بتعمي اوكي هادي هادي هتتمنى اكتر من كده يعني فالفكرة بتكون اكتر يعني انا بقول مشاكل لحد يكون underperforming اسهل بكتير من حد عنده attitude problem او اللي هو بمزاجه اه اللي هو لا انا مش جاي اللي انتو تعملوا اللي انا عايزه يعني مش مش اكون ميت اه او اللي هو كل شيء يتكلم مثلا بطريقة وقحة مع product manager او زميله اكترا دي بتبقى اصعب كتير واللي هو ال bad apple او بتcreate toxicity او بيهبط الفريق كله عملية خانية معده ومعده ومعده فتقول عارف يشتغل وانت بترفض وفي الاخر يعني قبل ما توصل للمرحلة دي برضو بتحاول تعهلك بتحاول لازم نرفض على طول يعني قلت لك كان على واحد كان بنعمل انتربيو كان هو مش عارف من بولاندا ولا من حتة روسية حتى قد عارف اللي هي يعني بلا روسيا عارف بلا طريقته مجرزب شوية فانا باسأله سؤال هو الكلام دا يطلع في ال هاي طلع افن هاي طلع اش عادي اتس اوكي فضايا حلوة يعني اوكي في المهم الودم يعني هو طريقته بنقولش اسامي في عادي اتس اوكي المهم باسأله سؤال بقول له انت دراتي مثلا بتعمل ايه في كود ريفيوز وبتاع او برو ايه معاك انا بحب اسأله مسألة دي اشوف الدماغ وعمله ازاي فالتو بقول لي تمام انا بشتغل مع زميل وفي تقدر زميل دا يعني بيجيبك تحت هاي ايه بتاع قال لي طب هاي يعني حاول انصحه وبتاع ومش عارف طب انت نصحت ومفيش حل بتاع قال لي اروح المانجر بتاع اقول له ويلاتهم جو ايه عمو دا الحل في خطوات بتحصل قبل كده بس انا عايز اعلق على حاجة انا انا اعرف ان بعض الجنسيات تكون اجراسف اكسترا انا قدر اقول لك بصراحة ان كل انسان مختلف تماما عن التاني اتفق معك تماما بغض النظر عن جنسيته بغض النظر عن اي حاجة يعني قابلت ناس مصريين زي الفل زي العصر والله العظيم ناس يعني يتشالوا على الراس انا اوكي وناس انا مستني ما تتوقعش اللي اللي هتتوقع فيهم حسن المعاملة لا لا والدفول وبتعوط لقيهم احقار اوكي كان عندنا حتى نقطة اللي هوا الواحد راح كان على الشخص ده اللي هوا الواحد مثلا راح ايه راح ببرلين قابل ينقابل كل حاجة في الدنيا يعني اللي هو كل الشتام اللي احنا بنشتمها موجودة عادي في اروبا يعني ممكن تتجمع في واحد اوكي ما عملوش كده بس والريبين منهم اوكي حلو ايش حلو خلصنا الانجينيري منجمنت والتحدي بتاع فترة كوفيد بقى طبعا خلصنا فترة كوفيد حصل فترة كوفيد كانت وحشة على بعض القطاعات وكانت حدو جدا بزب زي قطاع السفر وكانت جميلة جدا زي قطاع الاي كاميرس وقطاع طبعا اليه تالي كوميونكيشن زوم تالي كوميونكي اوف يعني اي حد حط جنيه ساعتها في دوري يورو في اي ستاق ضرب ضرب بس فكان في ساعتها هايبر جرود بيحصل في ديليبري هيرو وكان احد المديرين اللي كان شغالين معايا في اوميو راحوا هناك وعمال لي يعني انا مكنش بشتغل معايا ديريكتلي بس يعني اتعمال لي من زميل ليه اوكي وتكلمنا كتير ولقيت في فرصة حلوة اللي هو انك تتاجي هنا هي تالسينير مانجر ويبتدي بقية تحتيك مانجرس تانيا اوكي نايس وتكبر الدنيا هلو قوي الدنيا جميلة اللي هو تبتدي انت بثو تيمز انت بتمانج واحد داريكلي كل حاجة طبعا كروس فانكشنل شوكفايل معاك بطجت انليميتد انت عايز تأكل الناس معاك فلوس اكلوا اعمل بروجيكت يأكل الناس اللي هو كان كل مرة اللي هو احنا عايزين 2x 2x السنة دي من عدد الهايرز 2x من عدد مية في المية يعني بيجي في الهاد كاونت واللي في تكلم في الهاد كاونت وفي الوردر اوكي ما شاء الله بس ابدا بقى معايا بس من باتري انت دخلت عن طريق اللي هو مدير اللي عمل لك ريفيرل صح وده بيثبت العلاقات مهمة مهمة جدا من غير كده تروح انت مع نفسك بس طبعا انت بتعدي عشان بس عايا عشان بس يكون وقعيين صح مش معنا انك تعرف حتى لا مستحيل يعني انا حتى اوميو اللي انا كنت شغال فيها قبل كده هيدخلك تلين انترفيو مش اصلا اللي قال لي ارجع كان السي او اوكي وهيدخلك انترفيو برطا ودخل لي انترفيو اه مش هيدي بس يعني اللي قال لي ارجع وكان ايلي حتى في على الوعد السي او قال لي وستيل دخلت انترفيو يعني حتة الفيرنس دي مهمة جدا ودي ما دي تدي بس برهون للناس ان يعني العلاقات هي جانب مهمة بالزبط بالاضافة لشطارتك يعني انت خد الشطارة مع العلاقات هتعرف توصل لحتة حلوة طب بروسس الانترفيو احكيلي عن بروسس الانترفيو الجميلة في ديليفري اوكي انت داخل فروض مانجمنت بوزيشن تقيل جدا سينيور مانجر ديلي هو انت لو اربع خمس ستة رانجز تحتيك وانت سابع مسلا لا لا انت عندك دي حاجة احنا نتكلم فيها بردو ممكن ما انا عايزة فهم اه انت عملتنا حتى ده دي في الاندستري ودي بقالها فترة في الاندفيدو الاندفيدو والمانجمنت صح بس بيتفصل عند السينيور بيتفصل عند السينيور بزبط ده لا يارس تحتي فانت عندك مسلا من ايس لو انت عملت اه لو تعمل رانجنج للاندفيدو سي مسلا من لفل اسمه الوان لحد الثري ده هو يعني جونيور و جونيور ميد لفل سينيور وان تبتدي بعد كده اللي هو الام وان بعد كده يقبله من ناحية التانية اللي هو الام يقبله من ناحية التانية الام تو يقبله اعلى منك يعتبر شوية بعد كده يقبله من ناحية التانية بقى الدياريكتر والسينيور داريكتر اوكي بقى كي بيحصل كده بس ده بيبقى نادر اللي هو سينيور او الديستينيور انجنير بس دول نادرين جدا نادر جدا برضو الشركات الكبيرة جدا زي امازون دستينيور انجنير اصلا ما عرف ده مسلا عنده دور بتاعه بالسكرتيرا بتاعته اللي قالي كده واحد يشتغل في امازون فالله اعلم بيفتي وبالصحبية ولا لا بس يعني اوكي لازم تاتة 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 وكن حتى كان في وده برضو بيوضح لك اهمية انك انت خلاص يعني انت ما يفعش تكون بس فاهم بتاعك بش فاهم كود وفاهم تكنولوجي بالضط انت لازم تكون فاهم السيستم شغال ازاي يعني حتى لو انتم عندك شانز بس عارف اوكي ايه هي الكمبوننس من السيستم اللي هي بتفيل وبيحصل فيها بطل ناكس بعد كده بتروح برضو لتلاتة مانجمنت انتربيوز يعني انت تتخلص تلاتة تكنيك الخشها تلاتة مانجمنت هما مش بالترتيب عشان نكون اوكي اوكي مكس في النص انا في الاول بيبقى دايما في الاول خاصة طبعا فيه الركروتينج بعد كده بيبقى فيه الهارينج مناجر ده بيبقى اهم يعني ده بيبقى وفي النص بيبقى بيبقى يوم دايما كده بتاخد تلاتة مع بعض ولو عديد ده بتعيبل بقى حاجة اسمها بار ريزر حسب الليفل بتاعك ومش بار ريزر هيكون البابك كبير اللي هو CTO لقطنها من امازون دي صح حتى الهي بار ريزر ممكن في اكتر من شركة البر ريزر ده من اهم الحاجات اللي فيه او مميزاته ان لازم يكون الهيام الانتربيو الانتربيور مايكونش من نفس الدبارتمنت بيكون من حد تاني لازم يكون الدبارتمنت مختلف وفي طايف من الانتربيو اللي هو الماناجيري اللي بيكون بير انتربيو مش من الانتربيو بس هو لازم يجب لك مناجير من اللي انت تشتغل معاهم يعمل معك انتربيو وبرودك مناجير في نفس الوقت عشان يشوفوا اصلا فيه كامستري ما بينكم ولا عارفين تتعاملوا مع بعض بس فاديبت بقى الانتربيو طويلة شوية في عادت كم شهر فيها ده والله لا ما عادتش كتير الستيبس كانت كتيرة بس هي كانت بتخلص على طول على طول ممكن ده اليوم اللي بعدين بزفت لانا كمان انت عندك ريكروتينج قوي اللي هما بيصمموا ان كل واحد لازم يكتب الفيدباك بتاعه في الـ يعني كل انتربيور لازم يكتب في في التايم بتاعه خصوصا في يوروب او امريكا في معظم اللقائد هتلاقي كتابت الفيدباك ده مش option لانه كان ممكن يكون لازم يتأكدوا انك ممكن حد يرفع عليك قضية او انا حسيت ب اهم حاجة بس ده اهم حاجة و بتبقى برضو اهم كمان لل HR تيم انك انت ما كانش في اي نوع من متحيز لشان دي بسلا بنت فانا بتعزي عينها عشان ده جاي منين فانا بتعزي عينه بالضبط فبتكتب الانترو بتتكتب الانترو معينة الانترو و لازم تدي دايما ازباب ليه انا بقول انا شايف يعني قبل كنت كان متعب جدا انك انت تعد ساعة ثان ثلاثة تكتب الفيدباك ده بلاتفورم كمان بقى بيها هيعلك يعمل بقى تعالوا وطلعوا بالضبط بس في بعض بتحتاج بانك تقابل مثلا الستي او اما بدخلت كان مختلف بالنسبة لي حجم الشركة كبير يطع بره رائب من سلاندو يمكن كمان عديها بس طبعا المرادي انت في مور مانجيري بالضبط موضوع مختلف وفجأة مديري مش فبقيت بريبورت للسي تي او على طول دي بقى تجربة تانية خلص كانت اللي هو انت بتاعك في سنجابور وراجل قدير مخضرم يعني ومسك تقيل اه يعني الف بني عدم ولا الف خنسمية بني عدم مش عارف كم يعني فانت مفيش كلمة هنقعدت عليه اللي هيسألك ايه دي معناها ايه مش هسرح بيه يعني مش هسرح بيه يعني اقول بقى رابل يعني معنى بقى 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 سكيلز هناك واللي هو اه ازاي تقدر يعني هو بقى علمك بقى ازاي تقدر تجرو تيم ازاي ايه اللي تبص عليه في الانترو ايه اهم حاجة ايه مثلا الميتنج اللي هو بيبص عليه يعرف ازاي كان في انجينير فعلا تشغال على حاجة ولا لا او مانجر is doing a good job ولا لا اه يعني بصراحة كان very good mentor في الحتة دي حاجة هتبقى اه ده مش انت اللي بتعمل انك تترمو حد حاجة اسمها وموضوع ايتيف ازاي تقوم نوع ازاي تخش في conflict resolution امتا هيكون unpleasant meeting ازاي تبقى تكريات manifesto guidelines الناس تمشي عليها وتكون enforced كان وضع مختلف تماما كانت حوالي 19 شهور بس في الفترة دي الحمد الله هو برضو كبرت المسؤولية كبرت كبرت بيتمسك tribe tribe بتبقى حوالي خمسة squads خمسة cross functional squads كام engineer تاخذ حاجة 40 مشاوالله تحتيك انت بيريبورت كل واحد الانجينيري منجر و الانجينيري منجر معاك و كمان موضوع كده كبر اكتر شوية لسبعة فبقى اللي هو تحتيك منجر تحتيك منجر فانت بتتكلم مختلف تماما وبتعيد بقى تخش ميتنجز اللي هو عشان كان فيه لير مش موجود اللي هو مستاني اللي هو بقى انت بتخش مع بتاعة الشركات التانية اللي هو جوه delivery hero فاللي هو CTO بتعطى طلبات CTO hunger station اكتر فانت تشوف بقى ال business ازاي اهم حاجة في الدنيا ازاي انت كل يوم مثلا انت تعمل 8 وتسعة مليون order في اليوم الربع الساعة دي اللي بتقع كلة ادب يعني شي ارقاب يعني الربع الساعة دي وال الاربع عشرين ساعة انت مكافر العالم تقريبا يعني مكنش انت مرعوب ساعتها من كم الresponsibility جدا بصوا في حاجة اسمعها imposter syndrome ودي حاجة طبيعية جدا ان الواحد يكون بيحس ان هو مش يعني مش مؤهل لها ومش قدر في حالات كتيرة جدا ده ساعة ممكن تكون حاجة صحية انك انت بتذاكر الخوف الرعب ده بيدفعك ان انت تطور من نفسك مش ان انت تكتائب أو تهرب يعني ولو انت اعرف ان في حاجات يعني يعني هي كده طبعا لو كل شيء بتفيل هي مشكلة بس هو تعريف الفيل هنا اللي انت لازم تكون عارفه هو تعريف الفيل مش مثلا واحد يجي يقول لك انا شايف تخبط في الكلام انا شايف اه عدم اه تعريف الفيل هنا الـ انت بالاخر فيه بالزبط انت عايز تطلعها مش البروزيس دائما مش هقولك الديليفري هقولك الفاليو فيه الفاليو انت عايز توصلها فيه انت فاليو انت كنت محتاج تزاود الفاليو للبزنس من ناحية مثلا الـ فقدرت تعملها وده من ناحية نشتب ممكن يكون على فكرة حاجة صغيرة جدا نشتب ممكن كنت الغار مع الميتنج بس عم مش بهرج صح صح بس خلينا نحط واقع يعني ان اللي يوصلك ان انت تدرايف ده للنجاح برضو مسهل لانما الناس كتيرا جدا بتتحط في سواء من اول ما تبدأ تحت يعني ببدأ يبقى سينيور ويروح بقى سواء يكمل تكنيكال او يكمل بيحس بان الموضوع كبير قوي علي فقل لأ انا مش عايز انا انا تمام انا زي الفل واهرب من القصة دي حلو فاعتقد دي كان التحدي كبير برضو يعني مرغم انه انه ممكن ادرايف وبتاع بس الموضوع it's not easy زي انت بتوصفه دلوقتي البرسنال satisfaction اللي انت بتحصل عليه انت كان الشركة استصمرت فيك وانت اداية انك انت مثلا تبتقي تحسن حياة ناس تحت تحتيك انت فعلا you are literally impacting people's life انك انت بتحاول تعمل لهم coaching وانا يكبر في الكارير بتاعهم انت بتاخد decisions which will change people's life فشركة مثلا في الشركات المعتمدة على gig economy زي deliver hero انت لما بتكون شغال وال system stable ومكبر ومكبر revenues حتى وبنسبة صغيرة انت فت روج الغلبان على موتيسكل في الفلبين في ان هو يعرف يجيب اكل اكتر لأهله فالهو لان الناس احيانا متخيلة اقول لك ايه يعني كما انت بردمج اكل يعني فاهم وانت انت بتشفي السرطان يعني ولا ايه بس في الحقيقة انت بتفتح فرص شغل انت بتفتح التريطور جديدة بتفتح بالزبط الناس مش متخيلة ان ده قد ايه فعلا بيغير حياة ناس لانه كمان اعتقد في اخر كام سنة الانيبل او قدرة ان حاجة زكاة تتحقق بقت مداحة عن زمان بيه كتير جدا نظيف او جوجل او غيره ورخيص بالنسبة لما كان زمان غالي حال فباش تستطيع كل حاجة وان بريميس وجيب وتفتح فرق الشغل بالعبيد كانت تكلم كامي انجينير لحد رتي كانت شغالين كلها اقتر من 3000 واحد 3 تلات انجينير ما شاء الله ده غير بقى طبعا الـ الـ اللي شغالين عالميا يعني يعني عرفوا ان هم وصلوا خمسين الف خمسين الف غير الـ اعتقد غير الـ بس الـ اعتقد محسوبين مش محسوبين كل يوم هو بيشتغل كذا واحد دلوقتي في القصة دي هلو طبعا انت مشوارك في Delivery Hero امت بقى X Delivery Hero امت وقفته وليه وقفته فهم انت قلت مش كويس هو ودنيا جميلة انت بقى وصلت المحاط الـ Hyper Growth صح عملت Growth عملاق وكبارت كشركة تمام الـ Hyper Growth ده وصل مثلا سارة لستوكون يكون 140 يورو فاتمة الوقت الستوك الواحد من كم مثلا كان هو ابتده خالص بـ 25 يورو 27 يورو و140 يورو السهم الواحد في السوق بعد كده ابتده بقى يحصل جدا في الـ ابتده يحصل Hyper Mass Layoffs فبقى Delivery Hero من الشركة مستقرة وبعد كده انت برضو ابتدت تحط Layers تانية بينك وبين CTO في المانجمنت فبردو اختلف طريقة الشغل ما بقيتش مبسوط زي الاول فاللي هو بقيت انت لأ خلاص عايز انا خلاص كده عايز امشي فهم اللي هو همشي بطريقة او باخر وبقى تفتحلك باك اوكي فيه فرصة كويسة انك انت بعد تقدر تعمل كمان impact كبير جدا شركة في الريجين بتاعتك زي سير تبني ecosystem زي almost بتا Delivery Hero بس بس على مجتمعات بتاعتك اوكي انت تخرج very different type of customer يس تمام لا بس it's very nice يعني اللي هو بس انت خركت من Delivery Hero رحت الى يسير بزبط اوكي انت في Delivery Hero زي ما انتفقنا senior management كله كان M2 مثلا او M3 صح وروحت على يسير head of engineering بزبط هلو دخلت ازاي يسير او الموضوع برضو قالك ازاي transition من هنا لهنا او كان في position او it was very standard جاء application opening عادي او قبل طبعا كلمنا مع C.O. مع general manager وابتدنا وكانوا في الحين ساعتها لست اكهف برلين جديدة عقبتني المشن جدا كان لسا في فاندك فكت ماتش مور شركة كبيرة تانية في الفترة دي و value اللي انت ممكن تعود بيها وخصوصا فعلا على ناس من من region بتاعتك كي بلقي قوي نورس افريكا وساوس افريكا اصلا الدنيا فيهم في الضياعة واللي هو ياد انا هبتدي كمان ارجع اشتغل بالعربي هتشاف دي ميزة ولا هي دي ميزة على الفكر والله الكلام مع مصريين كتير والله وكلام كده محدش هيفهمه يعني اوكي دي ميزة حلوة جدا اوكي 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 انا شايفها ميزة بارد واقعا تمام يعني كنت بقى لي اي عشر سنين مثلا اللي هو مفيش اللي هو معظم اللي بتتعامل بتتعامل مع اجانب او غرب كلهم او اوروبا او امريكا او مع اوروبا ومش مسلا ان الانجليز بتاعك هيتحسر اللي كلهم اجانب فانت الانجليز اصلا متاعك بيبوز يعني اللي هو اللي كانت مختلف اوكي طب حلو انت دلوقتي الـ current status او هيتوف انجلييرنج اعت يسير اه شايف ايه الفيجن بتاعتك انت يعني انت شايف ما شاء الله يعني الله اكبر يعني كارير growth محترم من بداية بشركة link اه يعني ايه اللي what's next في المخلص بص ما ما بحبش افكر اللي يعني اللي بعيد اوي بعد دوقتي عايز افكر في تقدر تقول المستقبل القريب I want to have a very successful story اوكي ده دوقتي اللي انا امركز عليه ايه اللي عايزه بعد كده another successful story اوكي فين it's in the part of the tech leadership it's not in the part of the يعني لا مش مش ميال اوي مش هستنزل تحت تكة خالص مش شركة او ممكن ارجع تاني وعلى فكرة عابلت اكتر من حد بعد مسلا ما وصلوا عمر الخمسة اربعين وستة اربعين ووصلوا positions director انا عارف شخصين الناس كده او بيرجع اكتب ريجع انديفيدو الكنتروبيوتر مش هايز منجمينت انا مش هايز درش انا عارف واحد عنده خمسين سنة مش عمل في شركة في رومانيا كنت شغال معهم هم رجل ده كان مسكوه lead يعني اعتبرت engineering manager جاي قال انا مش عايز position ده تنازل عنه الواحد اصغر منه بعشرين سنة مش عايز position انا عايزك تبقود دينويت اسقط عايزك تبقود انا تمام ما تدخلنش في دوشة يعني ده بالزبط اكتر من حدك تشتلمه خصوصا من غرب اوروبا طيب انا مش جاي هنا عشان اقول نعمل ايه انا جاي هنا عايزك تقولي اعمل ايه وانا حدللك المشاكل بس انا العايز لساليري اكتر ولا عايز ازيد في الليفل انا عجبني الليفل بتاعي انا عايز اكمل انا مش عايز هو ده ده هو يقدر يعني كان اكتر من حد يعني فعلا الناس اسكية جدا انت بتستغرب لان هو دماغه انا بقعد معاه كنت دماغه هو هو لم فهم البزنس بتاعهم جدا كانت الشركة شغالة في الادفورتايزنج والادسيرفينج وبتاعه لازلت للنهارة بتعمل معهم يعني الكونسولتيشن وكده بس هم شغالين كويس جدا في حيث الادفورتايزنج الادسيرفينج بلاتفورم الرجل ده هو فاهم مخانيق الشركة من اولها الاخيرة انا مستغر بقول له انت فردت بس ايتي او الشركة انا بقول له انت عنده ادفانسد ايدياشن البيزنس عامل ازاي ادفانسد ايدياشن التكنولوجي ستاك ممكن يطور ازاي وتحسن ازاي بس هو انا عايز انجينير انا مش عايز اروح اكتر من كده بتحصل وموجودة في اكزامبلز كتير بس ده ممكن برضو يرجع هو انا مش عايز اتكومونيكات مع الناس انا عايز اللي هو اشتهل مع الناس جونيورز وواجري مثلا في المواقف دي يعني انت في نص الكارير بتاعك يعني انت جيت فاطر ان تبقى تخبط طي يعني داخل الانت فيجيال كونتروبيوتر اللي هو كواحد بيكتب كود انجينير طلعت تكنيكا ليت بوزيشن تزلت تاني انت فيجيال كونتروبيوتر انت اصلا ايه اللي خلك يعني جيت فكرت كده مع نفسك انا مش عايز كود انا عايز اخش ابقى مانجمنت اكتر انجين اكتر انجين ده بيبقى صعب برضي احنا بيبقى صعب فعلا لك انت بتسيب some kind of a comfort zone وخلاص بقى انت بتكون وصلت في الفترة دي انت عارف مش اقول لك عارف كل حاجة بس اللي هو يعني مستريح مستريح خلاص بقيت بتكتب الكود وانت مغمض بالباست بتعرف اصلا يعني تخش بس تبص على البي ار انت عارف انك هتطلع 8-9 تتتعرف مجهد انت في أدريات حجاب الطريق على الحجاب التصوير ما يعتبر مستريح اصلاح مستريح اللي هو اوكي قبل كده انت بتدليفر دليفر بالكاستمر للبزنس دلوقتي انت عايز تكون مالتبلاير ازاي لان يعني تحدي جديد وفي نفس الوقت عايز اتفهم اوكي عايز اكبر اكتر اللي هو افهم الايكو سيستم اكتر الديستريبيوتت سيستم اكترا اللي هو من الاخر انا بصيت تحت اوي انا عايز اتفرق من فوق وعايز وكان قصدي اللي هو المالتبلاير اللي هو انت الناس اللي معاك الناس اللي في التيم ازاي تقدر تساعدهم ان هما يوصلوا الليبل اعلى ازاي تغير فعلا هما يزايدوا 10% بس 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 اكترا فيبقى اصلا الباليو التي تأتي از ايبن يعني بطنشيلي موتش هاير دان دام ميكر وان لوحدك لانك انت انديفيدوال صح بس انت لو قدرت التمالتبلاي يعني اكترا تزاود 10% 15 مين بتاعت 30% بتاعك كل واحد من 80% في الاخر كمتال الوائي بتاع الفاليو هيعلم صح فده هو تحدي جديد وحاجة حبيبك لأنا زياني بقولك أنت مفعلا ممكن تحسن من حياة الناس وفي خطورة ريسك أنت ممكن يعني تنقص عشتهم وساعة بتحصل يعني 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 كل ما لتين بيكبر واحد برضو بيخاف إن شاء الله كش أكثر من عشرة بيدوا علينا النهاردة يعني هش جاء بحس ساعات أن أنت عندك تخوف من أنت تطعيش حد يعني أنت ممكن تقول أنت تدي له فرصة أو أنت مش عايز تبقى دايما قرار الاليمينيشن أو الترمينيشن ده أسهل قرار أنت بتحوى تخليه دايما آخر قرار خالص أكيد لأنك أنت أصلا القرار لما بيكون أنت واخد الأثوري أنك أنت تعمله فهو رهيب يعني whether to hire or to fire فأنت مش لعبة هي مش لعبة فأنت لازم تكون very careful whether when hiring or firing لأنك بتغير فعلا حياة إنسان يعني أنت متخيل ترفض واحد كده مرة واحدة لا لازم تدي له التحذير وتدي له resources وتحاول تفهم ما نفعشي خلاص يعني then it's at least clear مش مرة واحدة مع السلامة مع السلامة الشركة العادة اللي في العالم اللي شفتها بتعمل كده كروسوفر ممكن معارش أوكي كروسوفر بوص بتعمل إيه كبروسس يعني شكونا سيب نتكلم مع حالة في الموضوه ده هو بيعينوك أنت بتشتغل ويكلي ديك تارجت حققه في تيكتز أوكي تيكتز حققه كتارجت ويكتز وصلت للتارجت كان به ما وصلتش للتارجت رزبه لبعدين أنت ماشي هو ما بيقول لكش حتى ببعد لك هو بيافل مع السلامة ممكن يكون فيه ناس بتحب كده يعني معارش معارش مين بيحب كده الله أعلم يعني حلو قوي طيب احنا عايزين نوصل لكونكلوجين نهائية عفعة كتين الحاجة الأولانية انت النهاردة وهو بطول في حتة بالزات اللي هي تفتح فرص الناس أو الناس تفتح له فرصة أو كده طبعا أنا كواحد لتسي جاي نهاردة أقدم في يسير انت شغل في يسير فأنا أكيد هعدي عليك فهم بالزات في الدومين بتاعك بالزبط يعني أقدم منجمنت يبقى كده هعدي عليك بالزبط فأنا عم عدي عليك كواحد منجمنت انت متوقع مني إيه كسكيلسات ما موجود عندي كانجينير يعني تكنيكال خلينا نفرغ منه انه هو تشاطر في التكنيكال ستاك بتاعك بتعرف تاخد ديسيجن كويس كلام ده كله انت بقى مستني منه إيه كوريوسيتي هم هو مستني منه بقى تتعلم المترجمات المترجمات نحن نقول المترجمات ومترجمات الناس ومترجمات ومترجمات هم وعدها تاني بالعاربي صح صح نحن نحن نفهمتش بحاجة نحن نتكتب كابك ومترجمات الفضول او الكوريوسيتي انك انت يكون عندك فضول انك انت دايما تكون بتتتبع احدث الاساليب او الابروتش في المانجمت انك انت دايما انت طب هقول لك في بعض الكتب اللي انت بتقراها في بعض الارتكلز اللي انت بتوريني انك انت بتأبروتشها بتدي بقى اسألك او نداردش كده اعرف انت ازاي بتقيس او بتمجر البرامترز دي او نزبوط ده مهم بالنسبة لي طب وبتاخد ازاي والاهم الكوريكتف ماجرز الاساليب التصحيح عشان تقدر توصل لارقام معينة وازاي وصلت النادار رقم اللي انت عايزه انك تكون شغال ببروزس مش هبهازردلي مش بطلع كوده واكتبه وخلاص او اللي هو يعني بمانج بالمحبة فده من اهم الحاجات اللي بصلى الفضلية انك عطول احنا في فيلد ترى وبسيط من عشر سنين كان فيه مش موجودة تماما دلوقتي اتطفق معك كان فيه زمان حاجة اسمها بروزيكت مانجر بزنس انا بس مش زي اللي موجودة يعني مختلف تماما وكان كل حاجة مثلا كيو اي مانوال تاستنج ساعة الدلوقتي لا اتميش مانوال بقى في الشركة جدا ممكن يبقى واحد يفضل والبقى كله اتميش يوني تاستنج بيقبر معاك وهكذا فانت يعني التكنولوجي الاندستري بتاتك بتغير كل شوية فانت انت يجب تبقى تبقى الحاجة التانية ازاي تعلمت من اخطائك يعني زي ان انت تكبر دماغك وتنمي لوقتك مش تكبر دماغك تكبر دخص بي كده حرفين عقلية النمو ازاي تخلي عندك عقلية النمو وانا كنت عندك خضرة في الموضوع دقيق قادر تثبت انك انت عندك يعني عديت بالمواقف دي قبل كده وقدر تتحقق نجاح او فشل قدر تتعلم منه ده مهم جدا والكامستر والآت يعني الآت والبهيفور ده مهمة بطريقة غير طبعية لان انا في اعتقاطي اصلا في ناس ممكن تباشطرة جدا تكنيكال ليه الوقت بسفاح بس يجي خش معك الانتربيو تانيك عليك انا تذكر روحك انا حكا لي قصة برضو في الحتة دي ان هو جان لك يعني واحد يبقى جاي داخل الانتربيو اما انا بفكر اشوف انت هادخل معاك ولا لأ يعني داخل تناكة بزا داخل يعني انت يا عم لو سينيور شاطر يعني ما تتناكش علي وكل دا كل دا يا عم شاطرين بمستوينا والليبلز بتاعتنا وانت شاطر شدت حيرك شوية جاتلك فرص كويسة جاتلك فرص وحشة انت داخل الانتربيو دلوقتي بداخل الانتربيو حاول تثبت نفسك حاول تبقى نفسك حاول تبقى شخص يعني تبقى انت طول انا عملته وعملته وبرزنت نفسك يعني في الناس على فكرة اعتقد بتفتقر انها تبقى نفسها دا حقيقا يعني هو يبقى شاطر جدا تخش على السي في بتاعه وايج يا مدن دا تيدي تتكلم معاه كلمة ورد قطاع يا ابني ما تتكلم يا ابني ما طلع اللي عندك يعني فتلاقي ان هم عندهم مشاكل في الحتة دي يعني حقيقي سؤال بقى كفضول من عندي انا بقى انا طبعا معرفش الناس تعرفوا لا بس انا شغال سوفتور انجينير في الدومين بتاعه مخلص اصلا يعني فهو انت بتعمل لي انتربيو هل كنت شايفك الكريتيريا دي تنطبق هل انت كنت متوقع اللي انت عايزه موجود او ايه اللي كان بالنسبة لك الرايزنج ستار اللي انت شفتوه في يحيا فولت اقلق دا ثمان فتنج عندي في الشركة طبعا بصوا حاجتين انا قسعتها برضو بازور مصر اوكي اوكي زي النهاردة تصديم بزنس بيزت مزبوط والاقيتك داخل علي فما كانش يعني عندي كسف بتاعك فما كانش برضو اختيار اه ما كانش اختيار اوي دا كان اول اوكي الكريتيريا الكريتيريا التانية لما احنا تكلمنا لأ لقيت ان في بزنس ميندسات لقيت ان في اهتمام بال والبالننترشيب والكوتشنج للناس يمكن ما دخلتش معك تكنيكل اوي لأنه برضو فيه تكنيكال انترويوز قبل كده فدي كانت بالنسبة لليفل بتاع السطاف ده مهم جداً لفيه كومنيكيشن مع ديفرنت ستيكهولدرز مزبوط انجينييريج ماناجرز البرودكت ماناجرز الممكن سي او لو تطلب فيه لغة مختلفة احنا بنتكلم بيها فالكومنيكيشن والقدرة على الشرح انك انت ترجم مصطلحات تقنية معقدة للغة الشارع او لغة العام الزلال تحت ده كان مهم جداً بالنسبة للسطاف لأن السطاف زي ما انت عارف ممكن يكون هو نفس مستوى بس وبما ان احنا لسه شغالين مع بعض الحمد لله قص النجاح لا لا اخو مش كويسة ان شاء الله تستمر ان شاء الله حلو نصيحة اخيرة يعني طبعاً هو كوموريحتك معظمه ناس بتبقى يعني ما انترستد انجينيرز في المجال المتحمسين هو ممكن تساعد في منهم بعضهم طلبة في بعضهم فعايزك تدي يعني ادفايس للليبل ده النهاردة اهو يعني الخارج النهاردة او اللي شغل بقى له سنة اثنين تلاتة تنصحه بايه يعني في الكارير بتاعه وفي شغله ويعمل ايه نا بي كيوريوس هو ده خليك فضولي اقرأ اقرأ وطبق اشتغل بنفسك ما تستنيش ما تحصرش نفسك انك انت برضو سوفتوير انجينير بس وانك انت مستني حد يديلك الحاجة باللقمة فكر انك انت يعني دايماً اي حتة انت هتمسك لو انت شغال الفارت اللي انت مسؤول فيه او عنه يوونت صح ده البيبي بتاعك اللي انت عايز تجبر فكر فيك انك كاستومر يعني انت هتديفلوب حاجة عشان البروداكت مثلاً قالك عليها وانت فعلاً جربتها ولاقيتها باشا لا عالي صوتك صح يعني وقول لي حاول تفهم ما تحصرش نفسك في في البروت بتاعك وبس حاول تتابع اكتر ناس زيك يا ايه يا كده مثلاً اللي دايماً بيقدموا لك يعني الجديد اللي في التكنولوجي الافديت اكساترا اشترك على ميديم استخدم استخدم الاي اي طول بتوازن بزكاء استخدمها فكر فيها تباش كسلان اه لا فكر فيها ان هي طول زي مثلاً الاكسل هتساعدك في انك انت تكالكليت حاجة بشكل اسرع اكساترا الاي اي طول هتساعدك في انك انت مثلاً تفهم كود تتعلم حاجة جديدة اه تكتشف مثلاً اكتر وفي نفس الوقت لازم دايماً تراجع لو انت شغال في شركة اذا كان دا ما بيختاركش الخصية مزبوط وكده مزبوط بس ف بي كيوريوس انت دلوقتي برضو فترة يعني ما شاء الله يعني اسهل احنا عدينا بأيام اه بس اضافة الى دا هبوضيف ان الشخص مع الفضول هو محتاج كمان ان هو يفهم هو فيه من البوزيشن بتاعه ان فيه ناس انا بيبعندي مشكلة معاه هو عايز يتمسك بكونسبت انا سينيور يا ابني مش هتفرق او الله سينيور ولا جينيور انت بص ما تقيمش نفسك انا ببقى مخترع بحيط الوقت ما تقيمش نفسك خلي السوق يقيمك يعني انا كنت جيت فترة من حياتي كل اللي بعمله منزل للنفع شتركات عمل انترفيو لان انا كنت شغال فترة فريلانس ودخلت بعدها في شتركات جنبية كده قلت ايه اخش السوق اشوف بيعمل ايه فانا فاكر كويس جدا دخلت انترفيو الرجل اللي عمل لي انترفيو ده هو فرق في حياتي فرق في الكارير بتاعي قال لي يعني قاعد معايا تكلم فلاني كان ساعتها دوت نت بوزيشن وبتاع فلاني فاهم دوت نت وفاهم سيستم وفاهم اكسابشن هاندلينج وفاهم ايرور هاندلينج وفاليديشن بس عادي يقول لي يقول لي انت مشكلتك ان انت فاهم حاجة عن كل حاجة بس انت مش متعمق في حاجة التي كونسيبت بيسموه ايوه بالضبط كده فقال لي انت فين صح انت ايه صنف لي نفسك انت فول ستاك انت باك اند طيب ولا دوت نت دوت نت فرانت اند هتشتغل ولا هتروح فين من الكارير بتاعك من اخر كده مش يسيبك من الستاك انت فين انت بتعمل ايه انت عايز تروح فين ايه اللي عندك experience فيه كدومين او كستاك اشتغلت فيه في حياتك انت بتقول له انا عملت شوية ووبسايتس عملت شوية حاجات فود عملت شوية حاجات خد تركيز تخصص فيه وابدأ ابني نفسك فيه وخلي عندك فضول عام عن الحاجات التانية انت راجل اشتغلت اللي اكون باك اند ماتوش تقول لي انا مليش دعو بالفرانتان انا مليش دعو بشار الكلام ده كله حتت بقى الفوضول اللي انت بتتكلم عليه بالضبط بس اذبت نفسك برضو ويفهم انت فيه لين يكون فيه vertical بالضبط 100% بازم تتعمق في حاجة نشكركم جدا على استماعكم واتمنى تكونوا طبعا استفدت وانا جدا استمتعت اصلا بالخصص اللي انت حكيتها في حاجات انا ما كنتش متوقع انها هتبقى حصلت كده انا فجئت مسلا ان انت اصلا تعمقت موبايل اكتر انا فكرك شغال اصلا اكتر باك اند ويب مثلا او كده لا ما تخرجنيش بقى يا اخي يعني انت كده فحيين نشكر مخلص جدا على وجوده معنا النهاردة واصلا يعني جاي فترة داية جدا مصر وراجعت تانية المانيا فيعني فكرة انت عملت معنا وزبطت وده يعني انا مبسوط جدا يا احي فأنا بشكرك انت جيب تاني هنا وودتني الفرصة دي الله يكلم معك الله يكريمك الله احنا سعداء جدا ونتمنى ان شاء الله يبقى فيه برضو اللقاءات تانية فيها قصص اكتر يعني ان شاء الله يعني بتنسوش كالعادة تعملوا لايك الفيديو شايروه مع صحابكم الناس المهتمة تشتغل برة وتدرس برة وتروح برة وبتاع اسمعوا قصص دي هتستفيدوا منها ولو انت مش عملوا سبسكرايب للقناة عملوا